مرحبا القصة الجديدة يمكن تكون رقم عشرة احداش اتنااش ما بعرف قدير رقمها بس وصلنا الى رقم قياسي في القصص اللي حكيت لك اياها اللي حاول لك تستطيع منها جاسر مصطفى وخلي بلش هذه كانت أسرع قصة وحتكون أسرع قصة رح أحكي لك اياها شركة اعتقد ان طلع الـ Position Architect على موقعين توظيف على LinkedIn اللي انت ما تحبه وعلى Indeed اللي انت على الأغلب ما بتعرفه اللي صار انه انا قدمت على هذا الـ Position واستني ما حدا حكا يمكن بس كنت قاعد مع اخوي في يوم الايام فأنا بيعرف انه هو بيعرف شخصين واحد بمون على هاي الشركة مش بمون وغصبا عنهم بدون يعملوا اللي بدون اياه لانه هو client عندهم في مشروع ابو فخم والتاني هي شخص اصلا تشتغل في هذه الشركة اشتغلت او وردت اشي للمشروع تبعهم ما بعرف المهم انه اخوي بعرف هدول الشخصين فحكيت له انه يا مراد انا بطبيعة الحال انا قدمت على Position في هذه الشركة هتقدر تشوف اللي الموضوع من خلال هدول الشخصين نعرف شو صار فيه طابعا يزرموا لو وحكى لي مع صديقه الصدوق اللي بمون عليهم غصبا عنهم وحكى مع مهندسة او الشخص الثاني اللي بتعرف او اشتغلك عندهم لمشروع لشركة اخوي سألهم وفي الشي تاني يوم ولا حدا برن عليه هاي هاواريو مستر جاسر نعم جاسر يتحدث هاواريو انا قدمت على Position مع شركتكم هاواريو انا قدمت على Position مع شركتكم هل هي موجودة اصلا عنده على الـ CV واتوقع انه يوجد ولي مش المفروض تحكي معي تلافون تسألني عن هذه الأشياء هل هي موجودة اصلا عنده على الـ CV تحكي معي تلافون تحكي لي تفضل عن انترفيو انيهاو مانه اللي رن علي وسألني هذا السؤال قلت اللي انا اشتغلت 1 2 3 4 related لهذا البروجيك هاواريو انا اشتغلت 1 2 3 4 related لهذا البروجيك شو دخلك بس ماي اكسبكتد سالري ما هحكي لك اياه بس هحكي لك انه انا انا باخد اكس واي ان زي فا اي اسم انه سمتنج ايذر اقلوز لهذا الرقم او اعلى من هذا الرقم والبي فاين with me فاين with me as long as i have gained more experience هلا فانا i would اسم انه انا المفروض احصف شغل براتب اعلى من الراتب اللي عم باخده حاليا وسألني سؤال ثالث متى بناسبك نعمل انترفيو بأيام الاسبوع وهل بالday time ولا نحكي معك after working hours هل بناسبك تيجع الشركة ولا تكون online انترفيو فكل السركمستانسس كانت تحكي اني انا كمان شوي راح عامل انترفيو حكيت له كل الاجابات اللي انا بدي اياها اللي related لهذه الاسئلة اللي سألها قال لي اوكي راح ارفع هذه الاجابات للشخص المسؤول وهي will be specifying او she will be specifying ما بعرف متى راح تكون انترفيو تبعك ووين وشو المطلوب منك وارجح اخبرك ولليوم ما رجح خبرني بالمرة ماذا تستفيد من هذا الموضوع؟ تستفيد من هذا الموضوع انه جاسر حكاه له راتب يفرض انه يكون اعلى بكثير من الراتب اللي حطينه لهذا الposition وعشان هيك ما رجعوا وحكوا معاي وقالوا لي اقلب وجهك فلا تعطي ال expected salary ولا ال current salary over the phone احكي لوهم فضل ان ااجي ونلتقي معاكم ونشوف هالوجه الحلو ونخسركم في نجانقة وحاول قد ما تقدرنك توصل للانترفيو بعدين تحكي في موضوع السالري سلام اشتركوا في القناة